أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن علم آخر من أعلام العراق الكبار ربما خفي جالب من تفاصيل حياته لكن آثاره من الكتب والرسائل ظلت مفيدة ومهمة في الحياة الثقافية لا سيما في أواخر عهد الدولة العثمانية وفي النصف الأول من القرن العشرين ذلك هو العلامة الأديب الشاعر محمد الأمين السهروردي والأسرة السهروردية كما يعلم أهل بغداد من الأسر العريقة القديمة للوجود في هذه المدينة وهم انحدروا من مدينة الدور حيث كان جدهم الأعلى صلاح الدين يعني الدوري كان حاكما لهذه المنطقة ربما بالالتزام على أي حال كان حاكما وكان قاضيا فيها وهو أمر نادر أن يجبع حاكم بين القضاء وبين الإدارة على أي حال هذه الأسرة استقرت في بغداد في محلة تحت التكية وكانت تحت التكية في تلك الفترة موئل الأسر القديمة والعريقة والمهمة قبل أن تصبح سوقا يعد امتدادا لأسواق الشرجة ولد في بيتي أبيه في محلة تحت التكية وتردد إلى الكتاتيب وإلى أهل العلم في مراحل الأولى من دراسته لا سيما في مزد حسب الله وهو أحد المساجد المهمة في بغداد وكان يقع قريبا من داره في محلة تحت التكية ومسجد حسب الله هذا مسجد قديم نقض قبل عقود من السنين والآن على أرضه عمارة من عمارات شارع الخلفاء على أي حال نشأ هذا الرجل تشبه نشأة غيره من أترابه من أهل بغداد في ذلك الوقت لكنه وجد طريقه بسرعة إلى مزيد من الارتقاء بالعلم قصد العلماء الكبار وبرزت مواهبه في أثناء درسه على أيديهم فانتبهوا إليه وشجعوه من ذلك مثلا أنه برع في دراسة العربية والتبحر بها حتى أنه ألف عددا من الكتب في هذا الموضوع وكتب شرحا على الإجرومية وإعرابا لها وقام بأعمال مهمة في مجال دراسة العربية ثم وهذا هو الأهم في سيرته في تقديري كتب كتابا مهما في تاريخ مدينة بغداد لا نجد مثله بين المؤلفات التي تناولت تاريخ هذه المدينة في زمانه ذلك أنه كتب في أعلام بغداد الذين لم يترجم لهم أو لأكثرهم أحد من قبل كتب في سيرة علماء كبار ولكنهم لم يحظوا باهتمام معاصرهم من المؤرخين كتب تراجم لزعماء قبليين ولم يكن أولئك الزعماء موضع اهتمام من المؤرخين في المدن يعني ينظرون لهم أنهم زعماء خارج المدينة ولا يهتمون بهم لكن هو كتب عن زعماء الخزاعل كتب ترجمة جميلة لحمد حمود شيخ الخزاعل هذه الشخصية القبلية المهمة في تاريخ ليس الخزاعل ولكن في تاريخ العراق بوجه عام بما قام به من انتفاضات ضد الحكم العثماني في ذلك الوقت وقد لهج بذكره الناس في بغداد وكانت هناك يعني بستة مشهورة في المقام العراقي تقول حمد يا حمود يا شيخ الخزاعل كان الناس يذكرونه ويتناشدون سيرته هو كتب ترجمة هي ربما الوحيدة عن هذا الزعيم العراقي الذي برز في القرن الثامن عشر في يعني أواصل القرن الثامن عشر وكتب عن زعماء لقبائل مختلفة يعني لعشائر وكتب حتى عن ثائرين وهذا حقيقة يدل على شيء مختلف عن السير التقليدية التي وصلتنا لمؤرخي ذلك العهد والعهد الذي سبق أنه اهتم بالترجمة لأناس كانوا يعدون في زمانهم متمردين كانوا يعدون متمردين على السلطة هو ترجم لهم باحترام كبير وقدر لهم مواقفهم الوطنية كان له حس متميز عن غيره وهذه هي ريادته في هذا الفن من فنون الكتاب الكتابة التاريخية وأنت تقرأ هذا الكتاب ترى فيه حساً وطنياً واضحاً من خلال مناصرته وتأييده لأولئك الزعامة من خلال مواقفه من الانتفاضات الشعبية وهو يسميها انتفاضات فعلاً ومن خلال مناوئته للولاة الذين أبدوا شيئاً من الجوري خلال سيارهم يعني الرجل كان وطنياً تماماً بل هو من النفر الأول من الرعيل الأول الذين نشهد في كتاباتهم هذا الإحساس الوطني الواضح في من كتبوا عن تاريخ العراق ولربما ورث هذا الحس وورث هذا الاهتمال من آبائه لأننا نعلم أن أبوه عبد الرحمن حلمي العباسي السهروردي كان أيضاً كاتباً وله كتاب مهم في تاريخ أسر بغداد كنا قد حققته ونشرناه بعنوان تاريخ بيوتات بغداد في القرن الثالث عشر للهجرة والكتاب أيضاً نمى عن اهتمام فريد في الترجمة لمن لم يترجم لهم من أبناء العراق ومن رجالاته الذين أدوا أدواراً مهمة ولكنهم لم يظفروا بما يستحقوا من ذكر ومن تسجيل وجده نفسه كان مؤرخاً لبغداد كتب عن انتفاضات العشائر شمر عن شمر وعن عشائر عربية مهمة كانت لها انتفاضاتها حوالي بغداد هو كتب عن هذا فكأن محمد الأمين السهروردي ورث هذا الحس الوطني ورث محبة التاريخ والكتابة فيه عن أسلافه كابراً عن كابراً ورث كل هذا وألف هذا الكتاب وألف كتاباً مهماً فعلاً من المؤسف جداً أننا فقدناه لا ندري أين استقر وهو كتاب في تاريخ خطط مدينة بغداد يعني أرخ فيه لمعالمها القديمة وقليلة هي الكتب التي تناولت هذه الموضوعات في ذلك الوقت في القرن الثالث عشر الهجرة أو التاسع عشر الميلاد كتب عن مساجدها وعن ربطها وعن تكاياها وعن معالمها فسبق بذلك مثلاً عبد الحميد عبادة الذي نعرف أنه كان أول من كتب في معالم بغداد في كتابه العقد اللامع بآثار بغداد والمساجد والجوابع محمد الأمين هذا كان سباقاً بالكتابة عن خطط مدينة بغداد عن معالم مدينة بغداد لو وصلنا هذا الكتاب لربما كشف لنا الكثير من تاريخ هذه المعالم التي نفتقد اليوم إلى معلومات عن أصولها وعن تطورها وعن منشئيها إلى غير ذلك أيضاً من أعماله المهمة أنه كان سبباً في العناية من خلال المواقع التي تولاها في العناية بتعمير وترميم بعض هذه المعالم يعني لم يكتفي بالكتابة عنها وتسجيل ما عليها من كتابات أثرية وإنما سعى لتعمير ما هو يعني موشك على الإهمال أو على الخراب وكان يضع الخرائط بنفسه بعض المساجد كان هو يرسم خرائطه ولا ندري يعني كيف تعلم هذا الضرب من العلم الهندسي بحيث أن بعض المساجد الكبيرة جامع الإمام الأعظم مثلاً عمارته الأخيرة كانت من وضعه هو وكان يشرف على ذلك ويحرض القائمين على الأمور على أن يقوموا بأعمال تجديد وترميم أو إعادة بناء أحياناً لبعض تلك المعالم كان الرجل جاء بالحركة محباً لبغداد محباً لوطنه محباً لمعالم هذا الوطن وبالتالي كتب عنه وبدل كل ما يمكن أن يبذله من أجل تعمير هذه المعالم أيضاً مما يمكن أن نذكره هنا في سيرته أن الرجل كان وطنياً على نحو لافت للنظر عن أي طريق كان له حلم حاول أن يسعى من أجل تحقيقه وهو حلم مبكر في ذلك الوقت في آخر القرن التاسع عشر هو أن يرى وطنه مستقلاً وأن يعيد بناء الخلافة العباسية إليه يعيد هذه المؤسسة المهمة الخلافة العباسية لأنه هو نفسه كان عباسي النسب هو من العشارة العباسية المشهورة في الدور وكان يحلم أو يطمح إلى أن تستعاد الخلافة العباسية في هذه الربوع وقد تعاون إلى حد ما مع بعض الزعامات العراقية في ذلك الوقت تعاون مع بعض قيادات زعماء شمر تعاون مع قبيلة الجبور في عالي الخابور كانت له علاقاته مع زعماء آخرين كان يحاول أن يسعى من خلال علاقاته مع القبائل العراقية أن يمهد الطريق في الأقل لاستقلال العراقي في ذلك الوقت الذي لم تكن هذه الفكرة مطروحة في أخريات القرن التاسع عشر بهذه القوة بل كانت له علاقاته مع بعض الزعامات الكردية المهمة منها مثلا زعامة البدرخانية حكام مناطق الجزيرة جزيرة ابن عمر أو بوتان كما تسمى أيضا كانت له علاقاته مع تلك الزعامات ومراسلات له معهم كان الرجل حقيقة واسع النشاط وواسع المعارف يعني أو العلاقات مع الزعامات القائمة في ذلك الوقت لا ندري ما هي الروابط وكيف استطاع أن يصل في علاقاته إلى زعامات في ديار بكر وفي ماردين وفي الجزيرة لكن الرجل كان دائب النشاط في كل ما قام به وبالتالي وجد في أمثال تلك الزعامات وهي وطنية تماما من يدعم مشروعه إلى حد كبير والرجل من بعد هذا وذاك كان شاعرا مفوها لا نملك شيئا كبيرا من شعره ولكن معاصريه امتدحوا شعره وقالوا كان شعرا رقيقا مؤثرا وكان خطيبا مفوها وكان واعظا مؤثرا في نفوس سامعيه لأنه عمل أيضا واعظا وخطيبا في جامع الشيخ عمر السهرغردي في بغداد وكان الناس يتسابقون لحضور مواعظه وحضور خطبه لأنها كانت بالتأكيد كانت تتميز عن خطب كثير من الخطباء في ذلك الوقت وإلا لما كانوا يقطعون هذه المسافة والجامع كان نائن عن العمران في ذلك الوقت يتسابقون لسماع خطبه ومواعظه ولم تكن تلك الخطب بعيدة عن أفق الوطني الذي كان يعمل من أجله يعني لم يكن خطيبا عاديا وإنما كان خطيبا مجددا أراد بالخطبة أن تدعو إلى قيم وطنية فضلا أنها تدعو إلى قيم أخلاقية وتربوية وما يقرب من ذلك محمد الأمين السهروردي إذن كان علما في زمانه إلى حد أن أزعج بعض الولاد هو تولى مناصب مهمة لكن بعض الولاد استكثر عليه بعض هذا فكانوا يعني ينقلونه من مكان إلى آخر بمختلف الحجج أن المنطقة الفلانية تحتاج إلى أخذباتك أن المنطقة الفلانية لا تحتاج على أي حال بمختلف الوسائل والدعوى قام بعض الولاد بنقله من مكان إلى آخر يعني للتقليل من تأثيره أو لأضعاف هذا التأثير في المناطق التي كان يلقى فيها شعبية كبيرة من خلال ما كان يقوم به من نشاط نقل مرة إلى الكفل ليكون قاضي هناك من سامراء إلى الكفل حينما وجدوا أن شعبيته تزداد في تلك البناطق نقلوه وهكذا واجه تلك المضايقات بصدر رحم لم يكن يضيق بأي مكان ينقل إليه لأن كان يعلم أن هذا النقل سيكون في صالحه لأنه سيؤثر في تلك المناطق تأثيره في المناطق السابقة يعني حاز مواقع مهمة وفي كل موقع وصل إليه كان له مناصروه ومؤيدوه وكان هناك المعجبون بفضله أيضا عمل في وظائف قانونية يعني عمل عضوا في محكمة الاستئناف وهو موقع مهم كما تعلمون وعمل أيضا في رئيسا لبعض المحاكم المدنية وأثبت في كل ما أصدره من أحكام حيثة كاملة ونزاهة واضحة واضحة كانت موضع احترام ويعني إعجاب الناس في عهده إضافة إلى ذلك كله وصفه مترجموه ومعاصروه بأنه كان مفتوح اليد كان كريما أنفق الكثير من ما يملك في سبيل إعانة الفقراء والمحتاجين الرجل لم يكن يمسك يده عن أي طالب شيء طالب مال أو عون إلى غير ذلك وعرف بهذا حتى أنه حينما توفي بكاه الفقراء قبل الأغنياء لما كان يمد إليهم من يد العون وما يبديه نحوهم من سخاء وكرم اجتمعت بهذا الرجل العراقي البغدادي صفات مهمة حقيقة وكبيرة يمسك بعضها ببعض يعني الرجل كان صالحا في سيرته وكان صالحا في أحكامه وكان كريما إلى غير ذلك من ما ذكرنا من جميل الصفات توفي هذا الرجل في بغداد ودفن في رواق جامع الشيخ عمر السروردي وكانت وفاته يعني مصدر ألمي الكثيرين حتى في خارج العراقي أيضا ويعني ضل قبره مزارة وكثير من الناس يقرؤون على روحه الفاتحة ويذكرون مآثرة في مختلف معناه من جوانب من من يعرف أو يذكر محمد الأمين السهروردي الأقلون المختصون فقط مع أنه كان في زمانه شعلة نشاط من أجل هذا البلد من أجل مستقبل هذا الوطن رحم الله محمد الأمين السهروردي ويعني لا يبقى لنا إلا أن نترحم على روحه ولا يبقى لنا إلا أن نستودعكم الله والسلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة